تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري وذلك في إطار التجهيزات الخاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين خلال الاجتماع تم استعراض المقترحات والرؤى المقدمة من جانب كليتي الهندسة بجامعتين عين شمس والقاهرة وذلك لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري كما تم استعراض مقترحات الهوية البصرية الدعائية لمدينتي القاهرة والجيزة بالإضافة إلى التصميمات المختلفة الفائزة خلال المسابقة الطلابية بهذا الشأن وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري في أعمال تنفيذ مشروع التطوير خلال أيام القليلة القادمة على أن تتولى كلية الهندسة في جامعتين القاهرة وعين شمس الإشراف الكاملة على مختلف أعمال تنفيذها ترجمة نانسي قنقر